فبعض الأطباء يقولوا إيه؟ لو البصمة دي طلعت سالبة يبقى المريض ما عندوش لأ قفض حمى البحر الأبض المتوسط تشخصها يعتمد على إيه؟ الأعراض الإكلينيكية فقط لأ بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى طب أعراضها عبارة عن إيه؟ مشكلتها إن فيها مجموعة أعراض متشابهة كامل ممكن تبقى في الأمراض تانية أشهرها الأزمة البطنية Abdominal type دي بتيجي بألام في البطن الألام دي متفرقة صح؟ تمام هتقولي لله طبعا ابن فلانة بيجي له واجع في بطنه نعم لكن واجع البطن اللي بيجي أو لما بوجدون مقدمات وواجع شديد يخلي الطفل نايم في السرير أو ما أرفص رجليه على بطنه أو لو خبطت جنبه السرير يتوجع أو ما يقدرش يمشي ألم جامد يقعد قد إيه؟ حاجة مختلفة بعض الأطفال أو المرضى يكلهم الألم للمدة ساعة اتنين، تلات في بعض المرضى ممكن يطول عندهم الألم لمدة يوم أو اتنين أو أسبوع صعب مختلفة انتظروا الالحزم للمحتيو أحتسرلي mucho اشتركوا في القناة